بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين القدام مجدد إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غايات تكونوا ملاح رب يحفظكم من شيكم يا رب اليوم غادي نحط واحد الوصفة خاصة عندها علاقة بالسحر أو التابعة تابعة لتتوقف الحال لا في المال ولا في الزواج ولا في أي حاجة تابعة لتتكون متبوعة عنتي بالسحر بتقولي عندك تابعة تابعة تتعكس لك الأقديم مجدد تيلا كان عندك شوية المال تيمشي كان عندك صحة تتمشي كان عندك ولاد مأدبين وما في مصدع تقولي في مصدع عندك زوج مهتدي تقولي تيتعرض لشي حويش إما تيتعرض لتوقف الحال أو تقولي تيدير مسائل ما تيعجبش المرأة بهذوك المسائل إذن تقولي متبوع وهذه التابعة تتأثر عليه إما جسديا وإما أخلاقيا وإما في المال دياله تدير لي توقف الحالة يكون عامل تتوقف عن العمل أو البنت اللي ستكون جميلة ولكن التابعة من السحر أطرات لها إما على الملامح ديال وجه ديالها وإما أطرات لها على صحة ديالها أو الشعر ديالها هذا نوع من التابعة الحسد عندك العين عندك السحر أما هذا صغة صالحة للسحر اللي تقولي تابعة السحر اللي تؤثر لك على حياتك وتدير لك توقف الحال إذن توقف الحال أو التابعة عندها بزاف الحويج إما تدخلك على العين وإما تدخلك على الحسد وإما تدخلك من السحر اليوم الوصفة ديالنا عبارة على طرد التابعة من العتبة اللي انت ساكنة فيها ومسبلك مشاكل العتبة متيدخلش لها الخير متيدخلش لها واحد الفرحة لابد نغسله العتبة باش نحيدو التابعة أما البنت اللي تتكون عندها عوارد تتكون عندها عوارد ديال توقف الحال بينها متيدخل تحد من العتبة لا زواج لا عمل لا صحة لمال لا شعر الأم كذلك في العتبة وفي بيتها تتكون محتارة في أمرها تتقرى القرآن تذكر الله ولكن ما محيداش تابعة لسبب السحر إذن اليوم عندي جوز صيغات غد نعطيهم لكم وغد يتخدمون بهم إن شاء الله إذن عدنا عشوب طبيعية وعدنا قرآن كريم تنعتمدو دي مع القرآن الكريم تنعتمدو على ذكر الله ألا بدكر الله تطمئن القلوب الذكر دي الله ولو يتوهنا الشيطان على ذكر الله ولكن تتبقى الذكر الله باش يذكرك وفي نص الوقت تتقهري الشيطان توقيف الحال إذن أنا بغيت نطرد التابعة وبغيت نحيي التابعة من العتبة غادي ندير هات الصغاء الربانية إن شاء الله أول حاجة عندنا مكونات اللي عند العطارة موجودين تقدري خمس دراهم يجمع لك كل شي هاد لاشو تحاجة مغربة وتحاجة مبعيدة ولكن إنسان خصو يفيق شوية وما يعقزش لأن السيدات تقول لي عندي المكونات ولكن كتافي باردين عليا إذن هادك عارض هو اللي مسبب لك تبريد الجسم على التخليص من هادك الحاجة اللي عندك إذن حاولوا أنكم تفقدوا في نفسكم وتفيقوا باش أننا تحاربي بزرط العوارض وباش الحياة تستمر الحياة لا بد تستمر لا بالإيجابي ولا بالسلبي ولكن تنحاولون حيدو السلبي باش إيجي الإيجابي إذن هدي نصحة مني لكم ولكن الوصفات ديولي رائعين وأكثر من رائعين إن شاء الله غدرهم بحول الله وقوتي أول حاجة عندي سرغينة بالنسبة للبنت اللي عندها عوارض للبنت اللي عندها عوارض السحر وسبب لها التابعة تابعة التحاجة ما ناجحة فيها تحاجة ما تتنجح معها إذن تحاجة ما تتنجح معها لا عمل لا زواج لا أي حاجة تحاجة ما تتنجح لها هي الجمل ديولتي يمشي لها الشعر ديولتي يبدأ يطيح متبوعة إذن غادي ناخده سرغينة سرغينة هاي سرغينة رقتها باش نصور بها هي سرغينة هانتو ما تترقديها ليلة كاملة تترقديها في الليل ولكن في نفس النهار تقرأ عليها في نفس النهار في نفس اليوم أدي تقرأ عليها أول حاجة الناس اللي عندهم تتابعة خاصهم يدوموا على صورة الصافات وصورة القاف وصورة الرحمن هادو باش تخلصي نفسك من التابعة وغادي ديما آية الإبطال تقرأوهم باستمرار على الماء وتشربوهم كينين آية دي الإبطال ناخدهم ونقرأهم على ماء نقرأهم على سرغينة باش أنني غادي نعم بهم ونحيد التوابع إما يوم الأربعة ولا يوم السبس ولا أي يوم بغيتي الغسل مع وقت العصر إذن اخدي نصر غينة رقدناها الوقت اللي نرقدها غادي نقرأ عليها هنقرأ عليها عدي واحد الآية من صورة الصافات من واحد حتى العشرة آية وحدة من واحد حتى العشرة نقرأها عشر مرات ولكن من نوصل لتاقب غادي نقولها سبع مرات لابد نبدو بالفاتحة الكتاب الفاتحة ونقرأها هي إما نقرأها سبع مرات وإما عشر مرات نقرأها في الاختيار على حسب القدرات ديالكم ولكن من توصلوا لتاقب كرها سبع مرات بغيتوا تقرأوا الآية سبع مرات أو عشر مرات نقرأها في الاختيار إذن هاد هاد سرغينة غادي نضيف لها الفاسوخ الفاسوخ وأم الناس الفاسوخ وأم الناس الفاسوخ وأم الناس غادي نضيفها الناس اللي عندهم الفاسوخ يديروه اللي ما عندوش غادي يضيف الحلبة الحلبة الناس اللي في أوروبا ما عندوش سرغينة ما عندهم حتى مكوين غادي يدروا غير الحلبة فقط والملح وغادي نحط الفاصوخ وأم الناس غادي نوضعهم هنا في الماء نخليهم ليلة كاملة والصباح ربح غادي ناخد الماء الماء فقط غادي نخوي على الجسد ديالي ونخلي هدك الماء على الجسد ديالي أما المكونات غادي ناخدهم غادي نشفهم فضل وغادي نتبخر بيهم إما نتبخر بيهم في هدك النهار الأربعة ونتبخر يوم السبت إذن أو يوم السبت ويوم الأربعة نتبخر بيهم جوج مرات أما الغسل غادي نغسل مرة واحدة في الأسبوع إما يوم الأربعة ولا يوم السبت ثم بالختيار أما التبخير غادي نتبخر يوم السبت ويوم الأربعة او يوم الاربعة او يوم السبت اما الغسل العتبة خاصني ناخد الحلبة فقط الحلبة بوحدة انتما الحلبة نوضع معها قليل من الفاصوخ انبيتها ليلة كاملة بدون قراءة بغيتوا تقرأوا عليهم آية الابطال قرأوا عليهم آية الابطال نسحبهم العتبة نسحبهم الباب العتبة وداخل العتبة ونسحبهم قاع البيت ولكن ما نخليه حتى نقطع في الارض اذا لابغيتوا اضفوا الفاصوخ آية الابطال آية الابطال اعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلحوا عمل المبسدين 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 او اي آية الابطال ولكن هذه الاية رائعة في الابطال تنحطوها دائما سبحان الله لها طاقة ايجابية في الابطال اذا احبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير تنتمنى ربي احفظكم وانشيكم حاولوا تديروا الوصفات ديال تابع لمتابعين على طريق السحر اذا احبابي لاعجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس ابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا